موسيقى في مصد وقعنا اللي بنعيشه وانشغال أغلب الناس بلقمة نعيش بنلاقي نستاني بتفكر تفكير خارج السندوق بتفكر ازاي تسعد غيرها فيطرقونها الأبواب ليستيقظ الجميع ويلبون النداء وتختفل آه حين تظهر نبض الحياة ليعالجون كل قلب حزن أو انكسر لأنهم يؤمنون أن عند الله يبقى الأثر سلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل لحظة حضراتكم طيبين كل لحظة حضراتكم للخير فعالين ولإخوانكم دائما مساعدين اسمحوا لي النهاردة نفتح باب جميل جدا باب رائع باب ستر ربنا سبحانه وتعالى باب الستر من فين يا جماعة مش محتاج ستر ربنا سبحانه وتعالى فيه أسر كتير جدا محتاجة الستر محتاجة سقف يسطرهم أحلامهم لا تتعدى سقف بيت يسطرهم النهاردة هنتكلم في مضمون ستر ربنا سبحانه وتعالى اسمحوا لي في أول الحلقة أن أرحب بأخي الجميل الرائع فضيلة الدكتور أحمد سوكل نورنا يا مولان أهلا وسهلا بحضرتك كل لحظة حضرتك طيب وحضرتك أستاذ المشاهدين بصحة وسعادة وعافية أراحب بال يا رب والشكر موصول طبعا للاستاذ عبدالعزيز محمد رضا عبدالعزيز المدير التنفيذي لحملات مؤسسة نبض الحياة يعني بجد أنه بيلبي دعوة البرنامج وبييجي والله برغم مشغل المتعددة شرفتنا ونورتنا شرف لنا فينا ربنا يبرك بحضرتك يا رب ربنا يقول بخاطرك عمشان أحمد يعني اسمح لي كده في أول الحلقة نتكلم عن الساتر الله تعالى في البداية نثني على الله عز وجل ونصلي ونسلم على رسولنا صلى الله عليه وسلم ونقول جميعا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم صلي على سيدنا محمد في هذا اللقاء صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسين وتغلق لنا بها يا رب أبواب الشر والتعسير إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير وبعد أولا أهنئ مؤسس نبض الحياة عامة وحضرتك خاصة بهذا البرنامج الجميل الذي أسأل الله عز وجل أن يجعل لنا من اسمه نصير وأن يبقي الأثر في الحياة لمؤسسة نبض الحياة فهذا البرنامج يترك أثرا في الحياة لهذه المؤسسة العريقة التي تبزل وكل من في هذه المؤسسة يبزل كل ما في وسعه من وقته وجهده من أجل إعلاء رايتها لأنها تسعى لخدمة الناس وإرضاء رب الناس سبحانه وتعالى الحمد لله بني بارك في حضرتك يا رب وانت بتشرفنا دايما الله يبرك في كلامك الجميل يا فضنت الدكتور الله يبرك فيك ويبقى الأثر الحمد لله يا رب ربنا يبرك فيك يا رب مقدمة جميلة لكلام حضرتك ولكن دعنا بقى نرجع لإسم الله سبحانه وتعالى السبتير السبتير يا سلام أجمل شيء أو أجمل نعمة في هذه الحياة هي نعمة السطر الله قال تعالى سيدنا الإمام ابن عباس ترجمان القرآن قال بأن النعمة ظاهرة هو ما أنعم الله عز وجل بها على الإنسان ويراه الناس الله والنعمة الباطنة هي ما ستراه الله عز وجل عن هذا الإنسان أو على هذا الإنسان وفيه حاجة مهمة جدا في الحياة طبعا إن إحنا كلنا أو البعض للأسف عنده موضوع كلمة الستر إنه يسطر على عيوب الناس أو يسطر على دلات الناس أو على أخطاء الناس لكن الستر ليه معنى أجمل من هذا وخاصة في هذا الزمان وخاصة في هذه الأياب أن تسطر على عباد الله بألا تحوجهم لسؤال الناس الله ما تحوجش الإنسان ده إنه يكشفه ما أوجه للناس اسطره خليه إغنيه عن السؤال إحنا في مؤسسة نبض الحياة نسعى إلى هذا الموضوع خاصة في موضوع تسقيف البيوت طب طالما تكلمنا بقى في تسقيف البيوت نتخلي الأستاذ عبد العزيز ربنا يبارك في حداتك يا رب تكلمنا عن حملة مؤسسة نبض الحياة وبخاصة في تسقيف البيوت وبخاصة كمان في الوقت الحالي طيب إحنا طول الوقت بنسعى لتلبية احتياجات الأسر الأكثر احتياجة بنسعى لها إزاي؟ إحنا بننزل نعمل رفع الواقع دايما طول الوقت في الأماكن اللي بناء على الاستكشافات المسبقة والاستكشافات الحالية أو بناء على مخطبة الوسطاء الخير من الجامعيات الصغيرة في الكرة بنبدأ نسعى للنزول للكرة دي نرفع الاحتياجات بتاعتها فبنرفعها بناء على العامل الزمني عامل الاحتياج عامل تنفيذ الاحتياج بتاع الأسر في الوقت الحالي اللي احنا فيه ده وقت الشتاء فوقت الشتاء ده بيبقى فيه ده موسم من مواسم الخير المتغيرة يعني بيجي لنا مرة واحدة في السنة وبنبدأ ننقل منه ندخل لمسم تاني ففي الموسم بتاعنا لازم يبقى فيه تكسيف كبير جدا للإحتياجات له لأن رفع الاحتياج من الأصل أو من المنبع بيكون كتير جدا يعني تسقيف البيوت في الصيف غير تسقيف البيوت في الشتاء أو اللي احتياج في الصيف غير اللي احتياج في الشتاء في الصيف ممكن الموضوع يكون مكتفي بالوضع العادي للبيوت اللي هو زي ما بنزل نشوفها في الكرة الناس حطى في بيوتها بعض الألواح القديمة حطى فوقها شوية أش رز بتاعك كلام ده كله ده مقبول في الصيف ولكن غير مقبول في الشتاء فاحنا بنرصد الحالات اللي زي كده اللي هو غير قادر أصلا على إن هو يقضي أسرته في يومه من مأكل أو ملبس أو مشرب أو غيره فبالتالي مش هيكون عنده المقدرة إن هو يقدر يسقف بيته بنبدأ نتوجه للحالات دي واقع الرصد عندنا يا دكتور مصطفى في الوقت الحال اللي احنا فيه كتير جدا كتير جدا فيه ثلاث محافظات نزلنا فعليا استكشفنا الواقع لتسقيف البيوت فيهم عايز أقول لحضرتك إحنا ما وصلناش لأننا عايزين نقول إحنا يلا بنا ندخل على السعيد لأن الأسر اللي في السعيد احتجتها كتير جدا فده لازم يقابله تبرعات كتير جدا ولكن عايز أقول لحضرتك إحنا أول ما ابتدنا بي المناطق اللي هي على آخر حدود الجيزة ابتداء من بني سويف مرورا بإنة والمينيا مرورا بالإنة ومينيا إحنا طبعا نزلنا المينيا ونزلنا هنا عايز أقول لحضرتك داخل الجيزة عندنا هنا يعني فيه أسر راح نزلناها إن شاء الله خلال الأسبوع ده عايز أقول لحرك الوضع صعب جدا نزلنا زفتة في الغربية نزلنا تلت قرف كفر الشيخ ففي عندنا في وسط الدلتة وفي بداية خط السعيد عدد احتياجات لتسقيف المنازل كتير جدا عايز أشير بس إن احنا بنختار الأسر بناء على واقع الغرف اللي محتاج التسقيف مساحته بتبقى حوالي 4 في 5 التكلفة للسقف الواحد 5 ألف جنيه وهرجع مع حضرتك نبقى نوضع يعني إذن دي دراسات ميدانية في مؤسسة نبض الحياة لا حقيقة ما بنشتغلش في مؤسسة نبض الحياة جماعة كده هباقة من ثورة لا دي دراسات وأبحاث بتجرى على أرض الواقع لكل الأسر المحتاجة لسقف بيت يسطرهم من المطر في الشتاء ومن حرارة الصيف في فصل الصيف تعالوا بعض بعض نشوف في عينينا على أرض الواقع حتى يبقى لنا أسر مزلنا في عرب الأشرفية مركز أطفيح محافظة الجيزة محمد رب أسره مع أربع أطفال احتياجات ومكان معاشته كل حياته محتاجة أن يتبصلها ويتعمل لها قاعدة تأهيل من أول وديه هندخل مع بعض نشوف كل تمام الحمد لله قل لي الحمد لله إسا بصيت على البيت ما لقيتش البيت في حاجة خالص والسقف ما فيش سقف ربنا يبرك لك في أولادك وإذينتكم وفي أقل من أسبوعين بإذن الله نكون بنزورك زيارة تانية ناشا وإن شاء الله نعمل لك السقف ونعمل لك وسط المية ونشوف النواقص اللي في البيت بإذن الله نكملها ناشا وإدعي الأهل الخير ربنا يبرك فيه وإذينه ربنا سبحانه وتعالى أنت دعيته الحمد لله أنت دعيت ربنا فربنا النهاردة قوم لك جيش نبض الحياة كله جاي النهاردة يفرح معاك إحنا جايين ناخذ من عندك الفرحة والسعادة والسرور ربنا يبرك فيك ويزيدك ويوسع ليك ويخليك يا رب ودائما نعطون أحلى دعوة طب ما أنا عايزك تقول اللهم أصلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان إحنا أمة سيدنا النبي آخر كلمة قالها يا أستاذ عبد العزيز الحج محمد معك في التقريكات إيه ربنا يبارك يا رب يا رب أنا أشكرهم وربنا يوسع لهم ويزيدهم ويبارك فيهم دائما يا رب على إنهم اللبى طلباتي وسجفوا الأوضاء كان بتخر علينا ماء وكنا بنساءها في الشتاء وكنا بننم فيها في الطلق ربنا يبارك فيهم ويزيدهم من عينا أدى حضراتكم شفتوا التقرير معاني يا ترى تدبرت في حال ألف زي محمد لا بل آلاف زي محمد منتظرين عطاء ربنا سبحانه وتعالى ومنتظرين سطر ربنا سبحانه وتعالى اللي هيجريه على أديك ومجرد تتصل من حضرتك على 15740 بسهر الديئة العادية أو إنك تتوجه لأي مكتب بريد أو إنك تتبرع عبر الحساب البنكي أو تتوجه لأي مكتب من مكاتب موسيطة لبض الحياة في المنصورة أو طنطة أو اسكندرية أو تيجي المقر الرئيس في 114 شارع التحرير في الدقي في الجيزة يا ترى هنلاقي سطر من حضراتكم لناس كتير أمشيك أحمد نعم يعني أحد متبرعين بيكلمني بيقول لي أنا أبقى أذنبت زنوب كتيرة جدا 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 وربنا سبحانه وتعالى سطر علي ومحدش عرف الزنوب دي أبدا أبدا ولا حكاها لحد أنا عايز أشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا جميل اتعلمنا من علمائنا ومن الصحابة الكرام إننا عشان أعبد ربنا باسمه وخاصة من أسماء الجمال لازم تتصب به الله فربنا اسمه الكريم نعم ويحب القرماء تمام اسمه الرحيم يحب الرحماء نعم اسمه الستير أيوة الستير على العباد ويحب من عبادهم من يتصب بهذه الصفة الصفة السطر وكلنا أمنيتنا فعلا في هذا الأمر يبقى أنت ما تقدرش تستغنى عن سطر ربنا عز وجل وكلنا أصحاب زنوب كلنا أصحاب معه كلنا محتاجين السطر والله مين فينا مش محتاج سطر ربنا سبحانه وتعالى وربنا يجي يوم القيامة يقول عبدي لقد فعلت كذا يوم كذا وكذا نعم سطرتها عليك في الدنيا اللي انت بتقوله ده أيوة وأغفرها لك اليوم يا سلام كلنا أمنيتنا في دي إن ربنا يخفر لنا إزاي إن ربنا يسطرنا في الدنيا وفي الأخرى إزاي نسطر على عباد الله دول يعني والله كلامك جميل جدا ده هذه الصفة صفة السطر بس نفسي يترجم لواقع عملي نعم أستاذ عبدالعزيز حد دلوقتي بيتصل دلوقتي بمؤسسة نبض الحياة بيقول يا مؤسسة نبض الحياة يا أستاذ عبدالعزيز أنا عاوز أجي مع حضرتك وروح معاك الأماكن اللي انتوا بتروحوا فيها وسقف بعيني وقدام عيني كده أكتر من بيت طيب ده حي رد يقول لي بيحصل معنا في كل الملفات وتحديدا فيه بملفنا اللي احنا بنتكلم فيه تسقيف المنازل وفيه جزئية تانية عايزة شير لي هتسأل المتبرعين في عدة أوجه لتسقيف المنازل فاتسألت سؤالة قال لي ليه انتوا بتعملوا أسقف خشبية ما بتعملوش أسقف خرصة تمام اتسألت سؤال تاني وقال لي ليه انتوا ما بتبنوش أو بترمموا البيوت وبتعملوا أسقف بس تمام ردي في جزئيتين دول أنا عايز أقول للسادة المتبرعين لكل ما انت قدم وساهم مع مؤسس نبض الحياة في التبرع اللي ملف تسقيف المنازل احنا بنخاطب حضراتكم بناء على رفع الاحتياج بتاعنا وبما يتناسب مع تنفيذه يعني لما اجا أقول له حضرتك كان عايزة نف السقف أربعة خمسة في خمسة تكلفته ستين ألف جنيه غير لما اقول له حضرتك كان عايزة نف السقف أربعة في خمسة تكلفته خمس تلاف جنيه تمام فبدل ما أقدر أسقف بيت لأسرة واحدة أقدر سقف بيت لخمس أو ست أو عشر بيوت ده جهة ده ده جزئية بالإضافة إلى أن الحالة نفسها اللي بننزل من أهلينا الأكثر احتياجا اللي بننزل النفذ لها السقف بتاعها بيكون احتياجه جزئي مش كل بمعنى أنه هو يستخدم القوضة دي للستر عايز يقعد تحتها هو أولاده لكن مش هيبني فوقها فيحتاج أن احنا نعمله بشكل خرصاني فلازم تتعامل بشكل خرصاني لا من ضمن المعايير بتاعتنا في الاستكشاف أنه هو يكون استخدامه لها خلال 15 سنة وبيكون في الغالب بيكون عنده أطفال دي جزئية الجزئية التانية في إشارة بسيطة فضل ليه ما بنرممش البيوت بشكل كامل في حالة احتياج البيت لشكل كامل احنا من معايير رفع الاستكشاف لتنفيذ السقف أن تكون الحوائط تتحمل تتحمل مسلح وكمان السقف الخشبي لأن احنا بنعمل ألوحة خشبية فوق منها طبقة من الورق فوق الطبقة من الورق طبقة من المشمح تكون فاصلة ما بين الطبقة الورقية ديت من الخشب والخرصانة وبعد كده بنعمل الخرصانة بتاعك جميل جدا يعني حضرك بتراعي كل الجوانب اه طبعا تمام شفتوا يا جماعة شفتوا مؤسسة نبض الحياة غالة ازاي بس كل اللي عليك أنك تتصل دلوقتي حالا تتصل وتقول يا مؤسسة نبض الحياة أنا عندي سقف أو اتنين أو تلاتة أو اربعة أو خمسة أو ستة بللي تقدر عليه أو تكون دعم وضع غيرك عشان يبقى لك في الدنيا عند ربنا سبحانه وتعالى أثر وتلاقيه يوم القيامة عند الله عز وجل ربنا يقول لك سترتوها عليك في الدنيا وأنا الآن أسطرها عليك في الآخرة فاصل ونواصل شفتوا مؤسسة نبض الحياة عايزة تضرها نبض الحياة سقف البيت دا عليك أنت عايزة شارك في المحطة تحليت المالية ممكن أن أسأل على ساك النخلة برها يا رب إيجي عليك في ميزان عايزين نشارك في حملة طعام الطعام لما زيدنا في الخير يبقى الأفضل يبقى الأفضل ورجعنا لحضركم وبجدل الترحيب بأخي وحبيبي فضلة الدعاء الإسلامي دكتور أحمد سوقي وبجدل الترحيب بأخي وحبيبي معل المستشار عبد العزيز محمد رضا عبد العزيز المدير التنفيذي لحملات وبرامج مؤسسة نبض الحياة عم الشيك أحمد يعني يقوله أحد الصالحين إذا أراد الله بعبده خيرا فجر في قلبه عينا يرى بها الجنة الله الله فيكثر من الطاعات بس الطاعات عشان تستمر المحتاج إلا بالنسبة للطاعات علشان تستمر عليها محتاج الصبر صبر وتعالى نوضح للسيدة المشاهدين إن كلمة الصبر إحنا واخدنا الصبر على البلاء أيوة وصبر عن المعصية تبعد عن المعصية لكن في نوع جميل جدا من أنواع الصبر اسم الصبر على الطاعة الله لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا سيأتي زمان على الناس القابض فيه على دينه القابض على الجمر إن إنسان يواظب على صلاة الفجر في هذا الجو البارد جميل إن إنسان يواظب على الصدقة في الوقت اللي لازم تلقت به القلوب أو تعلقت القلوب بالمال جميل لذلك عبر الله ذكر الله عز وجل يقولوا يا ليتني قدمت لدنياي لا لحياتي لحياتي لأن هذه الحياة الحقيقية الحياة الحقيقية وهذه الحياة الحقيقية الحياة الأخيرة ستحصد فيها ما زرعته فين في الدنيا ويبقى الأثر جميل جدا صلى عبد العزيز يا أخو برضو من كلام سيدنا الشيخ أحمد يقولوا يا ليتني قدمت لحياتي طب أنا عايز حياتي عند ربنا سبحانه وتعالى تبقى جميلة جدا تبقى صافية تبقى نقية أبقى مستورة عند ربنا سبحانه وتعالى مش لازم برضو أهيأ لأهلين الطيبين حياة طيبة طبعا أنا عايز أقول لي حراك أن من ضمن الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى تفضل علينا بها أن جعلنا في هذا العمل الله يعني ربنا سبحانه وتعالى من علينا وكتب لنا الخير في أن احنا نكون أيادي المنفقين في تنفيذ انفقهم للأسر الأولى بالرعاية ولكن عايز أقول لحضرتك حاجة طب إحنا عندنا ناس بتسارع فعليا عندنا في مصر ناس بتسارع طول الوقت الفعل الخير عندنا طول الوقت إحنا لمسين بموجب عملنا لمسين ده ولكن الاحتياج أشد والاحتياج أكبر عند الأسر الأكثر احتياجا بس ما عليش يا أستاذ عبد العزيز أنا هالفت نظر حضرتك برضو وكلمنا فيها أكتر الناس بتبرع آه بس في حاجة اسمها استواجية في التوزيع استواجية في التوزيع يعني ممكن مثلا ده باقي بيجي إيه؟ العمل المؤسسي الجميل زي مؤسسة نبض الحياة طب يعني ممكن أنا مثلا محتاج سأف فالشيك احمد السور ها راح جاي يمديني فلوس والشيك حافظ داني فلوس وفلان داني فلوس وفلان داني فلوس طب كل ده صب عنده واحد بس النمى العمل المؤسسي صح احنا علشان كده ناس بتتوجه لمؤسسة نبض الحياة ده جميل جدا بيتوجهه لمؤسس نبض الحالة إن حضرك أنا ما بنزلش أشوف طلبك إيه أنا بنزل أشوف احتياجك إيه وهنا فرق كبير حضرك لما بيقابلك حد في الشارع فبتعطف عليه أو بتنفق عليه أنت بتنفق عليه دون النظر إلى احتياجه جميل تمام أنت قديت له طلبه هو قال لك أنا محتاج فحضرك قديت له الطلب بتاعه إحنا بنتعملش بالمنطقية دي إطلاقا إحنا بنتعامل بمنطقية الاحتياج جميل فطول الوقت لما بننزل بنرصد احتياج الأسرة إيه وأولى احتياجاته إيه هل احتياج الأسرة اللي حد منزلها بيبقى واحد احتياجات متعددة ولكن إحنا بنشوف الأولى فالأولى جميل جدا ويا رب ربنا يجبر بخاطرنا يا رب جميعا ونقدر يعني نسطر ناس كتيرا جدا بإذن ربنا سبحانه وتعالى عشان يبقالنا في الدنيا مش أثر يبقالنا أجمل الأثر تعالوا مع بعض نروح ونشوف أهلينا الطيبين في التقرير اللي جاي نرجع لبعض تانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أذكر رجالة أخبار النهاردة بقى احنا في بني زيد مركز ناصر محافظة بني سويف في رحلة جديدة من رحلات عمل الخير اللي احنا متعودين مع حضراتكم ان احنا ننهالكم خطوة بخطوة ودقيقة بدقيقة ولحظة بلحظة وإحنا حرصين جدا ان حضراتكم تتفرجوا معنا وتشوفوا معنا كل خطوة بتحصل في البيت وإحنا النهاردة بننقل الحدث ده لأن الحدث دوت ليه وضع خاص شوية حد من المتبرعين كان موجود معنا في الزيارة اللي فاتت وهو اللي اختار البيوت دي وقال يا جماعة يا ريت البيوت دي بتشتغلوا فيها وتعملهم الأسقف دي مؤسسة نبض الحياة في حملة دفا كانت هنا بالضبط من شهر وشفنا المعاناة من أم عبدو وهي بتحكي مشاكل البيت مؤسسة نبض الحياة لبت الاستغاثة عدى بالضبط الشهر بعد ما مؤسسة نبض الحياة عملت إحصائية لعدد البيوت اللي موجودة هنا في مركز ناصر وقالت هننزل إن شاء الله عز وجل أكبر عدد من البيوت هيتعمل لها التسقيف علشان كده إحنا كنا حارسين إن إحنا نشتغل في البيوت دي لإن حضراتكم اللي نقتوها فإحنا كنا حارسين جدا إن إحنا ننفذ رؤيتكم فإحنا بنين إلسطورة مش لحضراتكم لوحدكم وكمال للأخ المتبرع اللي هو اختار وقال البيوت دي محتاجة نشتغل عليها وجينا النهاردة في يوم العمل ومؤسسنا بالحياة النهاردة بتعمل قدام حضراتكم الفرشة الأولى لموضوع تسقيف البيوت ألا وهي عروق الخشب بالترس كده الأول بطريقة معينة عن طريق أهل التخصص اللي هم ما اسموه من نجارين بعد كده بتشوف الطبقة التانية اللي بتحط على المرحلة الأولى ألا وهي طبقة ايه؟ التسليح اللي هو الأسمنت والرمل مع الزلط إن شاء الله عز وجل بيتهم مع عدد ده النهاردة هيكون متسقف هيكون سكن هيكون طمأنينة هيكون استقرار وده بفضل ربنا عز وجل ثم بفضل أهل الخير من حضراتكم سكرا لمؤسسة نبض الحياة ساعدتنا وعملتنا إحنا كنا عادين في قضاء واحدة دهوقتي بقى الحمد لله ساعدونا وعملونا مقطتين تاني والحمد لله اللي إحنا كنا عايزين السافة كان عريش كان عبش ما كانش وحش خارس بقى دهوقتي الحمد لله شكرا لدعمكم وشكرا لكم واتطمنوا تفرجوا معنا على الدنيا وهي بتشتغل وعلى البيت وإحنا بتشتغل فيه فضل ورجعنا بعد التقرير كنا التقرير اللي فات فين؟ كنا فين يا شيخ أحمد للتقرير اللي فات؟ كنا في عرب الأشرفية؟ نعم تبقى التقرير ده وستعب عزيز؟ باني سويف في باني سويف أي استغاثة بالجنة لمؤسسة نبض الحياة ونشعر في أي مكان إن أي حد معرض لأي خطر نبض الحياة بتيسبق زي البرء اللي بيسبق المطر بجد والله الحمد لله رب العمي وديني أعمى من ربنا سبحانه وتعالى عم الشيخ أحمد اللي هيسارع دلوقتي اللي هيسابق دلوقتي اللي هينافس دلوقتي واللي كان عندي بدل السقف اثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة سوابه عند ربنا إيه؟ أثر ده عند ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ جنة عرضها السماوات والأرض الله كفاية وكفاية بس الإنسان كلمة جنة أصلاً لوحدة بتسعي بالإنسان لما يقعد في أرض فيها خضرة وشوات مية ويقعد كده بمزاج وحل وقولك أنا سعيد ليه علشان خطر قعد في جنة دخال دي جنة الدنيا اللي انت عملها بإيدك أو زرحها بإيدك كل ما هي حديثة حواليك يعني متحكم في هذا الأمر دخال الجنة التي صنعها الله عز وجل لك وأعد بأهلك جنة عرضها السماوات والأرض عدت لمن؟ المتقين بالله عليك تتخيل أي ناس أحبوا لله العباد الزهاد ونحن لنقللوا من شأن هذا بل نطالبوا بذلك ولكن أحب الناس إلى الله أعلى الناس واللي ربنا بيحبهم أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم يحبهم ويحبونك أنفعهم للناس الله سيد عبد العزيز سيد عبد العزيز يعني الأثر الجميل اللي قال له الشيكاحمة الدسوية ده جميل جدا بس رسالة من حضرتك لسيد المشاهدين وجمهور مؤسسة نبض الحياة فنهت البرنامج والله أنا عايز أقول لحرضك أنفعهم للناس دي كلنا المفترض نسعى لأننا نكون أنفع الناس للناس الاحتياج مش مقتصر على تلبيت احتياج أسر ولكن محتاج سعي مننا محتاج جاهد تكاسف جهود مننا كلنا إحنا بنسعى علشان نرفع الاحتياج بس بنحتاج اللي يساعدنا علشان نقدر نلط به في نهاية حلقتنا بواجه الشكر لأخي وحبيبي فضيلة الدكتور أحمد دسوك الله يبارك فيك ربنا يبارك فيك يا ربنا سعيدنا والله الله يرفع قدر فضك إيه لك أثر يا رب يا رب وبواجه الشكر والشكر موصول والتحية الجميلة القلبية الرائعة لأخي وحبيبي مع المستشار عبد العزيز محمد غلا عبد العزيز المدير التنفيذي لحملات وبرامج مؤسسنا بد الحياة شكرا يفعلنا شرفتنا والله ولا تنسوا أن من أرد أن يرضي مولاه فليقدم أخراه على دنياه وليسعب بصدقة في تسقيف البيوت قلب سيدنا رسول الله وليتصل بنبض الحياة لنساعد قلبا حزن قبل ذلك وانكسر لأننا نؤمن أن عند الله يبقى الأثر سلام الله عليكم ورحمته وبرك اشتركوا في القناة